أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد على أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة قد جعلت الاستثمار في العنصر البشري أولوية في جميع استراتيجياتها وخططها التنموية التي تعمل على تنفيذها وذلك من خلال التركيز على برامج تمكين ودعم رواد الأعمال الشباب والمرأة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومواصلة السعي لتطوير هذه البرامج لتصب في نماء وازدهار الوطن والمواطن مشيرا سموه إلى أن النموذج البحريني للريادة الأعمال الذي تم تطبيقه في أكثر من 48 دولة يمثل قصة نجاح لشراكة الاستراتيجية المتميزة بين اليونيدو والبحرين ويؤكد مدى اهتمام المملكة بريادة الأعمال جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله مع معالي دكتور راشد بن أحمد بن فهد وزير الدولة بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أشهد سموه بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات متميزة وما تليه قيادة البلدين من اهتمام ورعاية في الدفع بهذه العلاقات نحو شراكات استراتيجية متينة منوها سموه بالتعاون الثنائي في الأصعد المختلفة والذي نتج عنها العديد من المشاريع التنموية المشتركة وأهمية بلورتها والارتقاء بها إلى مستويات أعلى معربا سموه عن تمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعبا بالمزيد من النماء والازدهار من جانبي نوها معالي دكتور راشد بن أحمد بن فهد بعلاقات البلدين الشقيقين المتميزة وأشاد بتجربة مملكة البحرين المتميزة في ريالة الأعمال والتي استنسختها منظمة اليونيدو في أكثر من 48 دولة والتي جاءت بفضل الدعم الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي وليلعاد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء لبرامج تمكين رواد الأعمال في مملكة البحرين